السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب اعملين ايه يا رب اكونوا بخير دايما يا رب ناردجي مع بعض فيديو جديد و تصميم سوشيال ميديا بطريقة مبسطة جدا كالعادة وزي كل فيديو بنعملون الموضوع بسيط جدا يا شباب واللي احنا هنستخدمه في التصميم ده هو ملف الاسد ده اللي انا هسيبولك في الوصف او في الوصف تنزلهم اللينك دايركت على طول بدون اي مشاكل ان شاء الله تستخدمه في اي تصميم هتقبله او عايز تستخدمه فيه بدون اي مشاكل برضو ونقول باسم نحمر احيم ونبدأ معنا يا شباب المنتج اللي هيكون معنا ونكون معنا ملف الاسد ده زي ما قلتلكم في الديسكريبشن كل اللي موجود في الملف ده يا شباب هو تكاستور كده لو جيت بساطة عليه هتلاقي ظهر ان فيه حائط وراءه مهما كان اللون اللي انت هتكون عامله وراءه باي شكل ايا كان هيكون الموضوع برضو فيه حائط بالشكل ده فهيضيف لك كتير جدا طبعا بالنسبة لي اي حاجة انت بتستخدمها تمام يا شباب لحد هنا تمام معاك بعد كده الاليمنتس شباب ودي اللي بتظهر بالاشكال اللي احنا بنشوفها دي وعارفين طبعا تعلمنا قبل كده ازاي بنقدر نقطص منها يا كم واحدة لو احنا عايزين نستخدمهم في اماكن معانا او نغير اماكنهم او لو احنا عايزين نزودهم او لو عايزين نحزف منهم فاتعلمنا قبل كده ازاي اني نحرك الكلام ده كله نعم يا شباب ومعانا بعد كده المنتج بتاعنا بالشكل ده انا طبعا هنا عامل فيه الاليمنتس في الترتيبة اللي انا عاملها قبل ما عاملها اوبيجيكت اعمل هنا اوه ان انا اكون محدد المكان الخاص بالمنتج وعشان كده اعملها لك كصورة بانجي علشان تكون احدد المكان ما تكونش مش قادر تحدد المكان اتحط فيه المنتج فانا سيقاب لك هاوه انه هو المثلث ده كده لاذتحط فيه المنتج وهنا كده هتكون موجودا على حسب البرناة الخاصة بالمنتج بتاعك نفسه الموضوع بسيط جدا والياب يكون هنا المناسبة اذا كانه وعيد او اذا كانت يا جمعة ب Acadia او اي انكان اللي انت هاتكتبه بالشكل ده يا شباب كمثال اهو. ناخد الاثنين مع بعض يظهر معايا الشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن اخليهم هنا كده اهو كمثال. انا محدد لك هنا ازاق ده تكتب هنا او تكتب مهم ان انت يكون منتج في المجال ده كده شباب. طيب يا شباب انا وليكم كاتب هنا اهو. كده تمام معايا ممكن اكبر سنة بس. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب تمام وبعدين ممكن اغير الخطوط لو انا الخطوط بالنسبة لي مش مونسبة. تمام يا شاية واعزيني وانركز في الموضوع ده لما نكون بنعمل اي تصميم. هل ايه الخط مناسب معايا ولا لا. كمثال في اشكال زي كده لو انت تكتب. فالموضوع على حسب انت اللي هتكون شايفه مناسب. ولكن يكون لايق مع التصميم نفسه. لازم يكون لايق مع تصميم نفسه يا شباب. طبعا ان هنا اصغر شوية كده. بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو يا شباب. موضوع بسيط زي ما قلت لكم. وقدر هنا اكتب اي حاجة تخص المنتج نفسه مفيش اي مشكلة. وهاجي هنا من بالنسبة لك كما معاك منصات السوشيال ميديا الخاصة بالمنتج نفسه. انا هاجي كده من الاليمنتز زي ما قلت لكم. وهاجي من هنا كده فين? همسح وليكن اضغط وامسح الحتة دي كده ايه? خالص. علشان احط مرصات سوشيال ميديا وتبان معايا وتظهر بالشكل ده. اهو يا شباب. موضوع بسيط خالص خالص. تمام. واكتب هنا بقى لو انا عندي عروض خمسين في المية ايا كان العروض اللي كن موجود عندي هل في منتج تاني هل في حاجات اضافية انا بضيفها في التصميم بتاعي موضوع بسيط جدا. مش بياخد اي وقت خالص. هي بس الفكرة انت تكون مركزوا معاك التفاصيل الخاصة بالمنتج نفسه. ممكن تيجي برضو بالنفس الكلام. اغير الخطوط دي بالشكل ده. اهو كمسال لو انا عايز اغيرها. يعني بشكل زي ده. كنترول حرف تي يا شباب بالشكل ده. وخليهم هنا اهو. ظهروا معايا بالشكل ده اهو يا شباب. بعد كده يا شباب. اضغط كنترول حرف تي. وممكن من البي هنا خليها موقع السبع يظهر معايا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بقى هو بالشكل ده. واكتب هنا التفاصيل بتاعتي والخصومات وهنا بص اكتب معلومات كتيرة جدا 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 عن المنتج نفسه. وبعد كده نقدر بعدها نعمل من هنا كده شباب ونزبط بتاعنا بالطريقة اللي احنا شايفينها مناسبة على كل الالوان لو عندنا الوان. كمسال اللي هو الاحمر هنا. زي ما انت ما شايف. فتزبط بتاعك جميل. وبدون اي مشاكل كل حاجة هتمشي معاك. وزي ما قلت لكم وصد بكم كل الكلام ده موجود في او في الوصف. لنزلو تستخدموه براحيتكم بدون اي مشاكل. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تكتبوا هنا المعلومات الخاصة بالمنتج نفسه. ايا كان المعلومات بتاعته او العروض اللي انتم مقدمنا. وبس كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. ده لو عجبك الفيديو نساش تعمل لايك واشتراك. تفعل زر الجرسة عشان ينسى لك كل جديد. سي التعليق قل لي فيه رأيك. لو انت محتاج ملحقات لحاجات معينة. محتاج ملخصات تصاميم لحاجات معينة. محتاج تصاميم لمنتجات معينة او بطريقة بسيطة ابسط من كده او عايز الموضوع يبقى اصعب من كده. ونصنع احنا الكلام ده كله بنفسنا. قلولي برضو في التعليقات. وانا عاملكم ده كله في قرب وقت. رغم ان هيكون الفيديو اكبر من كده بكتير. فكل ما كان الفيديو والتصميم متلخص. والاهم ان انت تكون فاهم النسبة والتناسب في التصميم زي ما كنت معملكم كده الزوية اللي بيتحط فيها المنتج. اتمنى تتاهمني زي ما قلت لك بالاشتراك. وتفعل زر الجرس. واتنساش اللايك. واتلاقي لينكات حساباتي على السوشيال ميديا موجودة في الوصفة او في الدسكريبشن. يدر تبعات لأي سؤال في اي وقت وانا هرد عليكم في اقرب وقت بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.